موسيقى شاهدين العزاء السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من حديث الثورة في أيام كهذه قبل عام اندلعت مواجهات مسلحة في محافظة الأنبار العراقية بعدما تدخلت القوات الحكومية لفض اعتصام احتجاجين في مدينة الرمادي طلب المشاركون فيه على مدى عام كامل إصلاحات سياسية وقانونية تنهي تهميش المكون السني في العراق التجاهل الحكومي لهذا المطلب واستخدام القوة لقمع المحتجين وفر أرضية لتمدد تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق عراقية واسعة ننطلق من قراءة دلالات الحالة العراقية لنناقش مآلات عدم تعاطي الحكومات إيجابيا مع الاحتجاجات السلمية لقطاعات من مواطنيها ودور الدولة إزاء شعبها وسبل تحصين المجتمعات العربية في مواجهة التطرف والعنف ولكن نتبع أولا هذا التقرير الحرب على الإرهاب تحت هذا الشعار حرك نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي السابق قواته قبل عام لفض اعتصام في مدينة الرمادي تجمع فيه ممثلون لعشائر محافظة الأنبار طالبوا فيه وعلى مدار عام كامل مع مواطنيهم في محافظات أخرى بإيقاف ما وصفوه بنهج الحكومة الطائفي إزاء المكون العراقي السني وإلغاء المادة الرابعة من قانون الإرهاب ومنذ ذلك الحين اتسع نطاق المواجهات وتعمق لتصبح حربا مفتوحة زحف بعدها تنظيم الدولة الإسلامية وتمدد في محافظات عراقية رغم تشكيل تحارف دولي للقضاء عليه سوريا كالعراق فمنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 صمت آذان نظام بشار الأسد وحكومته عن مطالب المتظاهرين بالحرية والديمقراطية وتعامل معهم بوصفهم إرهابيين فلم يجد المتظاهرون السلميون أمامهم إلا حمل استلاح للدفاع عن حرماتهم لمواجهة نيران قوات النظام وقمعها وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة فقد خلف القتال منذ بدايته نحو 200 ألف قتيل في حين تتحدث المعارضة عن مقتل أكثر من 300 ألف فضلا عن ملايين النازحين والناجئين ولا تعرف إلى الآن سبيل لتسوية الأزمة السورية أتحدث إليكم في ظرف دقيق أما في مصر فلم يرضي ترافق مناخ الحريات المقيد قبل 2011 مع سطوة الأجهزة الأمنية طموح أجيال جديدة تطلعت إلى دولة توفر العيش والحرية والكرامة لمواطنيها وأعمت القوة الأمنية عين نظام دام في السلطة لثلاثة عقود عن رؤية المتغيرات في مكونات شعب قاربت 90 مليونا انهارت القوة أمام اندفاعة ثورة يناير وسقط رأس النظام لكن جسم النظام بقي حتى انقلب على التجربة الديمقراطية الوليدة رافعا شعارات الحفاظ على الدولة والحرب على الإرهاب في مواجهة من رفض تحركه في الثالث من يوليو 2013 أريق الدماء المئات في مجازر مختلفة لكن يبدو أن سطوة الأمن لم تحقق استقرارا تاما في مصر وفي ظل غياب أفق لحوار يسفر عن تسوية سياسية أو صيغة للتوافق بين كافة فئات ومكونات المجتمع بدى خيار العنف جاذبا لأفراد ممن انخرطوا سابقا في الحراك السلمي المطالب بالتغيير من العراق إلى سوريا ومصر وحتى اليمن حيث عادت قوى النظام القديم إلى صدارة المشهد تساؤلات عدة تثور عن أسباب سداد أفق الحوار بين النخبة الحاكمة وقطاعات من شعوبها وعن مآلات عدم تجاوب مع طموحات جماهيرة طالب بدولة تقوم بإرساء قواعد العدل والإنصاف بين مواطنها لمناقشة موضوع حلقتنا ينضم إلينا من لندن الدكتور غسان العطية مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية ومن واشنطن الدكتور خليل العناني أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز ومن بيروت السيد فيصل عبدالساتر الكاتب الصحفي ومن تونس الدكتور عبداللطيف الحناشي أستاذ تاريخ الفكر السياسي في الجامعة التونسية وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مرحبا بكم جميعا والسؤال للدكتور غسان العطية دكتور غسان العراق الآن يقف على صفيح ساخن في لحظة بلغة الحرج من تاريخه يمكن أن تنزلق فيها البلاد إلى ما لا يحمد عقبا صحيح أن العراق لم يكن بعافية تماما على مدى العقدين الماضيين أو يزيد لكن ماذا لو استجابت حكومة نوري المالكي قبل عام للمطالب التي رفعها قطاع من الشعب العراقي وربما في نظر كثيرين هي مطالب عادلة شكرا بالنسبة إلى الحالة العراقية ممكن نوصفها بأن الفرص المضاعة مرة وتلو الأخرى الفرص المضاعة تمثلت بأن عدم قدرة القادة العراقيين المعارضين للنظام السابق بأن يوفروا رؤية سياسية مشتركة وبالتالي لما سقط النظام السابق على يد الأمريكان تعاملوا مع النظام الجديد كفرصة وكغنيمة يتقاسم المنافع فيما بينهم وأكثر من هذا وذاك بغياب الرؤية السياسية لعراق القادم كانت في الحقيقة هناك تناقضات جوهرية انطلقت من معادلة طائفية أثنية قائمة على طرف يربح وآخر يخسر انتهى الأمر إلى انفجارات سياسية من الطرف العرب المحافظات العربية السنية اللي شعروا بالتهميش إلى حمل السلاح ودخلوا بنفق كبير ودخل العراق بحرب طائفية تم تهدئة الوضع بـ 2008 و2009 واستقر الوضع نسبيا وخرجوا الأمريكان من العراق وأصبح العراق أمام فرصة ذهبية لإعادة الاستقرار جاءت حكومة المالكي 2010 كحكومة مؤيدة من الكرد ومن العرب السنة ومن الشيعة لأن لم تأتي حكومة بهذا التأييد هذا التأييد كل ما هي مضت إلا سنتين وإلا تدريجيا استطاع المالك أن يكسب عداء الكرد وعداء السنة وعداء قسم كبير من الشيعة المأساة الكبيرة أن المالكي أضاع فرصة لاستقرار العراق وانتقال العراق من حالة طائفية إلى حالة استقرار وطني هذا كانت تتمثل بما حصل في الأنبار في الأنبار كانت هناك استياء شعبي وأتكلم أن أكن في العراق آنذاك وزرة الأنبار وصلاح الدين وديالة المطاليب الشعبية الواسعة هي مطاليب مشروعة وحقوق إنسان لكن المشكلة هذه المشاعر وهذه المطاليب لم تكن لها قيادات ناضجة ومعتدلة وإنما هذه المطاليب التي تكررت قفزت قلة سياسية واختلمت الفرصة لتتحدث باسمهم وهذا ما حصل في سوريا وهذا ما حصل في مصر وكذلك ربما في اليمن بالعراق لما قامت الأحداث شخصيا وبعلم المالكي زرت الأنبار وكان واضح أن 80% من عدهم مطاليب مشروعة وتتعلق بوظائف برواتب بمعتقلين عشرات الآلاف المعتقلين حتى من يصدر أمر بالإفراج عنه يبقى بالسجن أشهر وأشهر خوفا أن هناك جهة أخرى تطالب به وأكثر من ذلك واحد وقصص معرفة مباشرة في ديالة يعتقلوا شباب وبعدين يقولوا أنت أبرياء إطلقوا صراحهم يقولوا لا لازم تدفعوا ألف دولار على كل رأس كي نطلق صراحة هذه الحالة خلقت حالة من الاستياء المطلق في هذه المناطق هنا الاعتصام في الأنبار كانت الفرصة أمام الحكومة السابقة أن تكسب لـ 80% تكسب قوة الاعتدال للعرب السني تكسبهم عن طريق إجراءات حقيقية وكانت هناك أطراف بالذات بالأنبار مستعدة لذلك ولكن المالكي ركز على الأشياء ترى لو حدث ذلك كان تنظيم الدولة يجد الحاضنة الشعبية التي يتمتع بها الآن بارك الله نهائيا أبناء المناطق هذه وجدوا نفسهم بين مطرقة المالكي وبين السندان إن لا خيار لنا إلا أن نرضى بداعش أو التنظيم السليم وأعطيك مثل خلال 2003 في مدينة الصدر كانت تطلع مظاهرات يقولوا ألف أمريكي ولا تكريتي وبعدين في 2013 و14 أنا سمعتها من أبناء موصر يقولوا ألف داعش ولا مالكي يعني شوفوا الدنيا كيف تتغير هذه الحالة من ردود الفعل الشارع عاطفي ويردي يتجه عاطفيا العيب بالقيادات والنخب السياسية بالعراق مع الأسف النخب أما الشيعية طائفية وأما نخب سنية طائفية الرقم الغائب عراقيا وهو مأساة العراق العراق خيمة وتدل خيمة هما عرب العراق كسر هذا العمود باسم الشيعة والسنة فانتهى العراق باللحظة التي انتهت هويتنا العربية وبرزت هويتنا الطائفية الشيعية والسنية من أسباب كسر هذه الهوية هو التراث السيئ لحزب البعث بالسلطة اللي هو ليس أفكار حزب البعث وإنما الممارسات والحديث باسم البعث كما حصل بالماضي أساءت لمفهوم العروبة وانتماء العربي لما أصبحت أفكار هذا التيار لسبب خطأ هذا الوضع كله أدى إلى أبناء المحافظات وأقولها بصراحة حتى في الموصل من رحب بداعش أعطيك مثل قيل لي أن تنظيم الدولة الإسلامية دخل بالموصل ليس بالقنابل وإنما بالهورينات بالزمور مع السيارات وخلال أيام أخذ أنبار وأخذ صلاح الدين كل هالمعاملة المالكي تحديدا يتحمل مسؤولية أساسية في أن دفع أبناء تلك المناطق ليرضوا بالشيطان للخلاص من وضعها دعنا نواسع الصورة شيئا ما ونتوجه بالسؤال للدكتور خليل العلاني ما حدث في العراق ربما تكرر بصور على ذات الدرجة من الوضوح في بلدان الربيع العربي الأخرى ويمكن أن نقول هذا عن بلدان أخرى لم تمتد إليها موجة الاحتجاجات في تقديرك ما الذي سبب هذا الانفصال بين الحكومات والأنظمة وبين مطالب الشعوب المشروعة على الرغم من انقشاع شبح الاستعمار في هذه البلدان منذ ستين عاما ماذا كان يفترض خلال هذه الستين عاما أن يحدث حتى يتقارب الحكومات والأنظمة مع شعوبها على النحو الموجود في البلدان المحترمة أعرض أن تؤدي عملية استقلال من الاستعمار إلى بناء أقد اجتماعي جديد بين الحكومات وبين الشعوب تقوم في الحكومات بخدمة شعوبها باحترام إرادتها وباحترام حقوقها وحرياتها ما حدث أنه أصبح لدينا حكومات تسعى فقط للسلطة تحاول استئثار بها تمنع أي فرص لتداول السلطة مع قوى سياسية أخرى تقوم بتأمين الحياة سياسية تنهي فرص وجود بدائل سياسية أخرى بتسناء الأنظمة القائمة من عظم الدول العربية انتهجت نهج الحزب الواحد والرئيس الواحد أو الرئيس الأوحد والكلمة الواحدة لكن لابد أن نضع ذلك في إطار محدث خلال العام الأربعة الماضية أتصور أن الحصاد الربيع العربي وهو حصاد لحد ما حتى هذه اللحظة ونعتبرها أنها موجة أولى من الربيع العربي يعني العنصر المؤثر فيها كان عنصر الشعوب معنا آخر الشارع العربي كان هو الذي يحرك الأحداث خلال العام الأربعة الماضية أتصور أن لدينا أربعة ثلاثة نمازج يمكن أن تحدث من خلالها حول رد فعل الأنظمة العربية تجاه احتياجات الشعوب أو تجاه الثورات أو تجاه المظاهرات النموذج الأول أو الطريقة الأولى تم التعامل بها مع هذه الاحتياجات هو النموذج الاستخاذ وعدم الاقتراث وهذا كان وضحاً لحد بعيد في حالة تونس وحالة مصر عندما لم يتم أخذ الشارع بمأخذ جدي عدم استماع للمطالب الناس عدم إعطاء فرصة للتعبير عن الأراء بشكل السلم وبشكل واضح فسقطت الأنظمة أو على أقل سقط رؤوس الأنظمة في مصر وفي تونس النموذج الآخر هو النموذج الثاني هو النموذج القمعي أو النموذج عدم التسامع وهذا واضح لحد بعيد في حالة سوريا في حالة ليبيا سنال قزافي في حالة البحرين النموذج الثالث هو النموذج الاستيعابي أو النموذج الاحتوائي وهذا النموذج كان واضحها للغاية في حالة المغرب على سبيل ما عندما قام الملك المغربي بحداث نعمة الإصلاحات السياسية قام من خلالها باستيعاب بعض مطالب الشارع إلى حد ما النموذج الأردني أيضاً قام ببعض هذه الإصلاحات على الأقل على مصطلق صدر ومصطلق اجتماعي أيضاً النموذج اليمني إلى حد ما قام بنعم الاحتواء للشارع الأنظمة العربية الآن هي أنظمة تيبست عروقها وشاخت إلى حد بعيد لا تعتمد إلا فقط على استخدام القوة على أجهزة الاستخبارات على الأجهزة الأمنية إلى حد بعيد لا تعترف بأن هناك الشعوب لديها حقوق مشروعة ولديها مطالب مشروعة هناك تعامل بمنطق فوقي لحد بعيد هناك نوع من الوصاية أو الباترونيج نوع من الدولة الرعاوية التي تقوم بمعاذلة إعطاء الخبز مقابل الحرية حتى الخبز لم يعد بطغفران حتى الآن وهذا تحديداً ما كنت أود أن أسألك عنه يا دكور غليل يعني حتى المهام التقليدية التي ينبغي أن تطلع بالدولة هي مقصرة فيها في بعض أو في كثير من الحالات في البلدان أو في الدول العربية فقط كلما توجه أي انتقادات للأنظمة تشرع على الفور في الاختباء خلف مفهوم الدولة ومن خلف هذا المخبأ أو خلف هذه الواجهة تمارس ألواناً من الظلم وألواناً شتى من القمع حتى أن الدكتور سيف عبد الفتاح يذهب إلى أنها في مواجهة تقصيرها في مهمها الأساسية وعدم إعطاء الخبز أو توفير الحياة الكريمة للمواطنين فقط الظلم وحده هو الذي توزعه بالمجان على نفقتها للمواطنين أي فرصة أو أي قابلية للحياة يمكن أن تتوفر لأنظمة ودول كهذه أنا أعتقد أن هناك إشكالية كبيرة في مفهوم الدولة في العالم العربي مفهوم الدولة يتم خلطه بمفهوم النظام ومفهوم النظام يتم خلطه بمفهوم الرئيس أو بمفهوم الذي يحكم هناك دمج لهذه المكونات الثلاثة على الرغم أن هناك فروق كبيرة مفهوم الدولة تحول في العالم العربي إلى مفهوم مقدس أو إلى بقرة مقدسة لا يجوز انتقادها على الرغم أن مفهوم الدولة لا يتم إنشاؤه قبل أربعة كورون وفق معهات واستفاليا في العالم الغربي جاء من أجل إعادة الصياغة العلاقة من الدولة والمجتمع في إطار ما يطلق عليه الأجل الابتماعي الذي تقوم فيه الدولة بتوفير الحد المطلوب للحياة من تعليم ومن صحة ومن حريات ومن حقوق مقابل أن تتمتع بالشرعية مقابل أن يقوم الشعب بإعطائها نوع من الشرعية والرضاء والكبول ما يحدث في العالم العربي هي معادلة مختلة الأنظمة العربية والحكومات العربية والدعوة العربية تحاول أن تقوم بالحصول على ما تحتاجه وعدم إعطاء الشعب ما يريد بمعنى آخر الأنظمة العربية لا تفهم على الإطلاق أن هناك حقوق مفروضة عليها هي تنظر فقط إلى جانب الواجبات على المواطن المواجب الذي يحترم الدولة ويحترم قوانين الدولة ويحترم مؤسسة الدولة في المقابل هذا المواطن ليس لديه الحق في الحصول على ما يحتاجه من خدمات أجسية من تعليم من صحة ما لذلك لكن نتصور النقطة الأجسية أيضا في هذا الإطار كلمة الفساد أو مفهوم الفساد المشكلة الرئيسية في عدم توفر الخبز وعدم توفر حالة اقتصادية كريمة للمواطن العربي هي بالأساس مفهوم الفساد على سبيل المثال في مصر على الأقل خلال العقودة الثلاثة الماضية هناك حالة تفشي لفساد سواء فساد مؤسسي أو فساد شخصي برنامج التحرر الاقتصادي أو الخاص خاصة التي تمت في مصر خلال العقدين الماضيين أدت في النهاية إلى تكديس الصروة والسلطة في يد مجموعة قليلة قامت باختصار الدولة واختزالها في يدها قامت بالاحتكار كل مصادر الصروة أصبحت هناك أغلبية لا تملك وقلية تملك وتحكم في نفس الوقت وهذا ما أدى إلى الانفضار الكبير عام 2010-2011 وأتصور نحن إذا موجة أخرى من الربيع العربي قد تؤدي إلى عادة السيقة إلى أقبل الدولة المجتمع طيب دعني أطرح السؤال ذاته على السيد فيصل عبدالساتر ضيفنا من بيروت إذا تطرقنا إلى الحالة السورية أي فرصة لبقاء نظام كهذا في ظل تقصيره في الجانب الخدماتي وضمان حياة كريمة للمواطن السوري يعني متوسط دخول الأفراد في سوريا من أقل متوسطات الدخول في العالم إن لم يكن في الوطن أو في العالم العربي وفي المقابل ليس هناك حياة كريمة ولا ديمقراطية توفرت لهذا الشعب أي فرصة يمكن أن تتوافر لهذا النظام في تقديرك أولا شكرا واسمح لي بداية أن أدخل مدخلا آخر لأن صياق الحلقة دخل مدخلا خاطئا من وجهة نظري حيث اعتبر أن العراق هو النموذج الأول لتعاطي الحكومات بشكل سلبي مع حركة الاحتجاج التي حدثت في العالم العربي لا هو فقط في ظل الذكرى الأولى لفضل اعتصام الرمادي وليس العراق كان مدخلا لهذا الأمر أو لهذا الداء الموجود في مفاصل الدول العربية تقريبا كاملة فضل مع ذلك أريد أن أصوب النقاش لأنه أيضا غاب عن ذكركم أيضا يعني مسألتين همتين مسألة ليبيا ومسألة البحرين في حين أن البحرين هي ثاني دولة عربية حدث فيها ما حدث ولم يتحدث عنها أحد علما أنها الحركة الوحيدة التي تسمى بالسلمية في كل ما حدث في العالم العربي ولا زالت سلمية حتى هذه اللحظة وبالمناسبة في مجازيكم قبل قليل ذكرت المزيعة أن بعض المتظاهرين قاموا بالاحتجاج على اعتقال علي سلمان وهناك مغلطات كثيرة أولا هؤلاء ليسوا بعض المتظاهرين هذه حركة شعب مستمرة منذ عام 2011 ثانيا علي سلمان هو الشيخ علي سلمان وهو زعيم المعارضة البحرينية التي لا تزال تنادي بالسلمية لكن أسمعه في ناية المطاف علي سلمان يعني لم ننتخس من قدر الرجل إذا أطلقنا عليه اسمه الذي سمه أباؤه به لا في حين أنتم تركزون على تنظيم الدولة في حين أننا نقول أن هؤلاء داعش إرهابية على سبيل المثال لن أدخل في نقاش حول هذا الموضوع أعود إلى سؤالك حول مسألة سوريا أولا إذا كنا نريد أن نجعل هناك معيارية معينة كما تفضل الدكتور عناني من واشنطن وأنا أحييه ربما لهذا التوصيف الضقيق ما بين حركة قمعية وحركة استيعابية وحركة إلى آخري لكن علينا أن ندخل أيضا بمعايير محددة ما هي المعيارية التي على أساسها ممكن أن نسمي هذه حركة احتجاج أو نسميها سورة أو نسميها حركة شعب وهل هذا له علاقة بالحرية والديمقراطية أو له علاقة بأبسط حقوق الإنسان إلى آخري فإذا كان هناك من معيارية موحدة على ما كنا نسميه حركة الربيع العربي التي انطلقت في العالم العربي فهذا يعني أن كل الدول التي حدث فيها ما حدث فيها هي أفضل بكثير من الدول التي لم يحدث فيها شيء وهنا الطامة الكبرى الملكيات والإمارات والمشيخات التي ليس فيها أي نوع من أنواع التداول للسلطة أو الديمقراطية أو التعبير عن الرأي تصبح هي الدول الأكثر أمنا وأمانا وتصبح الجمهوريات التي فيها بعض من مظاهر الديمقراطية ولو شكلية وبعض من مظاهر التعبير ولو شكلية وبعض من حرية الإعلام ولو شكلية تصبح هي أسوأ الدول التي ممكن أن يزميها في العالم العربي لأذهب إلى سوريا سيد فيصل هل تنصف عندما توصف الوضع بهذه الصورة يعني من تسميهم الدول الملكية أو الإمارات الملكية هذه على الأقل وفرت لقمة العيش لمواطنيها حياة كريمة لمواطنيها على المستوى الاقتصادي حتى لو لم يكن هناك ديمقراطية ولم يكن هناك تداول للسلطة فهذا الأمر متوفر أيضا في الدول التي تمارس الديمقراطية ولو شكلا كما قلت أنا يعني لم أدخل أستاذ محمود من باب الإنصاف أو عدم الإنصاف أنا أدخل هنا من باب التوصيف أيهما أفضل الخبز أو الحرية الديمقراطية أو الأمان لا تعرض إلى آخيره هذه مسألة جدلية لا تعرض يا أستاذ فيصل هذه مسألة جدلية نعم أفهم لا تعرض بين الاثنتين يعني لا تقف الديمقراطية بحال من الأحوال كبديل من الخبز والعيش الكريم وإنما هذه تكمل جيد جيد دعني أكمل الفكرة إذا أقول أن هذه المسألة جدلية مثلا بالنسبة للمواطن السوري أنت تحدثت عن سوريا نحن نريد أن نقول أن ما حدث في العالم العربي أولا ليس برنامجا ثورويا ولا في أي بلد من البلدان العربية حدثت هناك ثورة ولا يمكن تسمية ثورة على كل هذه الاحتجاجات ممكن أن تكون هناك بعض المطالب الوجيهة لبعض الدول أو لبعض الشعوب في بعض الدول العربية وممكن أن يكون هناك حركة مدفوعة من الخارج اسوة بما حدث في كثير من البلاد العربية لذلك أعود إلى سوريا مسألة الاستهداف هنا مسألة أساسية المسألة ليست مسألة عدوى هناك دول يعني أصيبت بعدوى وكان يراد من خلال هذه العدوى مثلا إصابتها بالشلل الكامل أو بجلطة نصفية أو بصداع في الرأس أو بدمار كلي لذلك كل دولة على حدة ممكن أن نوصفها مثلا في العراق نحن نسينا أن هناك تاريخا سيئا منذ الـ 2003 منذ سقوط نظام صدام حسين وصولا إلى حالة الاستقرار النسبي التي حدثت وصولا إلى 2008 ماذا حدث في الست سنوات كان هناك عمليات قتل يومية تفجير وتفخيخ واغتيالة وسيارات انتحارية ولم يكن أحد في هذا العالم يتحدث لا عن سنة ولا عن شيعة ولا عن عرب ولا عن كرد وكانت كل الدول تدعم هذه المجموعات ولم يتحدث أحد جاء الـ 2011 برزت المسألة الطائفية والمذهبية هذا أيضا في سوريا في سوريا يصر البعض على أن التحرك الذي حدث في سوريا هو تحرك سلمي وديمقراطي في أزار 2011 في حين أن كل الوثائق تدلل بأن هناك كان استخداما للسلاح في أزار 2011 في درعة وكان هناك استخدام للسلاح في دومة في 2011 أيضا إذن لم تكن الحركة سلمية يا سيد فيصل كان هناك سيناريوهات متعددة وكان هناك استخدام حتى لو افترضنا جدلا صحة ما تقول وأنا لا أعتقد أنه صحيح هذه الذاكرة ليست بعيدة أو هذه الأحداث ليست بعيدة وما حدث في سوريا أنا لدي ما يثبت ذلك بواكير التحركات الاحتجاجية في سوريا كانت سلمية تماما وكانت كنا ننقلها على الهواء مباشرة بالصور الحية وكانت هذه التجمعات تضرب لدي ما يثبت ذلك تضرب بالمدفعية وتضرب بأسلحة ثقيلة دون مرأفة ودون النظر لطبيعة هذه المطالب المرفوعة لو كان النظام السوري حصن نفسه قبل هذه الاحتجاجات بديمقراطية حقيقية وتلامس مع مطالب الشعب السوري أكان حدث ما حدث في تقديرك يا سيدي أنا لا أقول أن النظام السوري خارج عن النقد كل نظام في منطقتنا العربية هو داخل ضمن صياق النقد العام لكن نتحدث هنا عن ثقافة هذه الثقافة إذا ما قلنا أنها غير موجودة في أكثر عالمنا العربي فهذا توصيفا دقيقا لواقع الحال أما بالنسبة لسوريا لوحدها نجتزئ سوريا لوحدها ونسحبها من كل باقة الدول العربية وتصبح السعودية تنادي بالديمقراطية في سوريا وقطر تنادي بالديمقراطية في سوريا والمغرب ينادي بالديمقراطية في سوريا والإمارات طيب لماذا لا يطبقون الديمقراطية عندهم مثلا فليكونهم نموزج لكي تكون سوريا ديمقراطية هذا واحد طبعا نقال هل تقبل منادات هذه الدول هل تقبل منادات هذه الدول بالرفق والرحمة والمعاملة الإنسانية للمواطن السوري هل تقبل هذا المطلب أم لا أنا لا أقول أن لا يكون هناك مطالب تتحسس بواقع الشعب وبألام الشعب لكنك أنت لم تترك فرصة أين هي الفرصة التي تركت في العراق أمام العملية الديمقراطية الجديدة أين هي الفرصة التي تركت لسوريا بعد عام 2000 وانتصار المقاومة في لبنان وجاء كولين باول يهدد سوريا أين هي الفرص التي تركت لكل العالم العربي إذن هناك مايسترو واحد كان يقود كل ما يحدث في العالم العربي أنا سأطرح هذا التساول على الدكتور غسل العطية لا بس ملاحظة ملاحظة أخيرة ملاحظة أخيرة بالله عليك قل لي يا أستاذ محمود ومعنا الأستاذ من تونس قل لي هل بوعزيزي يصبح هو أسطورة كل الثورات العربية وهو بالكاد كان يدافع عن مسألته الشخصية فيصبح أيقونة لكل هذه الثورات هذا يعني أعتقد أنه شيء من التبسيط والسداجة والضحك على العالم العربي دكتور عبدالطيف الحناشي ما ردك يعني أن الذي حدث في تونس هو في الواقع ثورة ذات بعد اجتماعي تطورت شيئا فشيئا لأن تكون ذات بعد سياسي وذلك من خلال شعاراتها التي رفعت وحديثة البوعزيزي وقع قبلها الكثير من أحداث مثلها ولكن كانت اللحظة التاريخية مختلفة تماما ولذلك لأن في تونس كان هناك تراكم لنضالات عديدة أدت إلى هذا الحدث ولكن فيما بعد بطبع الحال شهدت تطورات عديدة أريد في الواقع أن سمحتم أن أشارك في هذا النقاش الثري وأن شئتم أن تحدث عن تونس التي تختلف أو تجربتها على الأقل تختلف عن ما حدث في البلدان التي تم ذكرها الآن في تونس الحركة كانت حركة سلمية كانت حركة عفوية لا تقف وراءها لا أحزاب ولا منظمات صحيح أن هذا الشباب أو هذه المجموعات وجدت في مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ملجأ لها وكذلك مقرات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولكنها كانت حقيقة عفوية وكما قلت هي جزء مما حدث في تونس على الأقل من انتفاضة الحوض المنجمي التي تعود إلى سنة 2008 هذه النقطة الأولى النقطة الثانية في تونس هناك اختلاف جذري عن ما يتحدثون عنه أولا أن الدولة العربية الحديثة هي دولة عنيفة من أصلها وتأسست في الأصل على العنف يعني إذا رجعنا إلى تأسيس الدولة السورية أو الدولة العراقية أو حتى الدولة المصرية يعني كلها أو أغلبها هذه المنطقة عرفت انقلابات عسكرية عنيفة ثم أن هذه المنطقة تتميز بالتعدد الأقليات الدينية الأقليات الطائفية الأقليات القومية عكس مثلا ما يوجد في تونس هناك اندماج تقريبا كلي للمسألة الدينية والمسألة القومية وكذلك وهذا أعتقد مهم جدا أن الحراك السياسي في تونس كان حراكا سلميا منذ البداية باستثناء حديثة 1980 التي دعمها المرحوم القذافي ودفع باتجاه ما تعرف بعملية قفصة سنة 1980 معد ذلك كانت كل الحركات سلمية هذا من ناحية من ناحية ثانية أن النظام السياسي في تونس وخاصة النظام الزعيم بوركيبة كان مقارنة بالأنظمة التي سادت في الشرق هو نظاما سلميا ما بين ظفرين أقل عنف مما كان عليه أو كانت عليه الأنظمة في المشرق العربي ولذلك يجب أن نفهم ما حدث في تونس على هذه الخلفية أيضا هذه عناصر يمكن أن تساعد كذلك لفهم نجاح التجربة التونسية السلمية هذه التجربة التي رأتها بشكل كبير جدا منظمات المجتمع المدني على مدى عقود عقب الاستقلال في تونس مارست الدولة سلطاتها بتغول من السلطة التنفيذية على باقي السلطات في الدولة كيف تفسر ذلك؟ نعم هناك نقطة هامة جدا في تونس يعني إذا أردنا أن نشرح وأن نحلل الدولة الحديثة وآليات عملها انشئنا فإننا يجب أن نرجع إلى التاريخ في التاريخ التونس في حركة التحر الوطني التي قادها الحزب الحر الدستوري بقيادة الزعيم لحبيب بورقيبة كانت حركة سلمية وتأسست على مفهوم الوحدة القومية التي استمرت بعد الاستقلال برغم أن في بداية الاستقلال وقع خلاف وصراع داخل هذا الحزب بين الزعيم المرحوم صالح بن يوسف وكذلك الزعيم لحبيب بورقيبة ولكن سريعا ما تدارك هذا الحزب الأمر وبدأت هناك وحدة قومية جديدة بتحالف مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة في تونس لم يقع عنفا شديدا مقارنة بما وقع في المشرق العربي أنا يمكن أعطيك محطات أساسية في عام 1962 وقع انقلاب تم إجهاضه وهذا الانقلاب لم يحدث وهي الحادثة الوحيدة التي وقعت في تونس فيما بعد كل الحركات كانت حركات سلمية ولم يواجهها النظام بعنف شديد وإنما عالجها وخاصة كانت في أغلبها حركات طلابية والمعارضة باتت تتشكل حقيقة منذ سنة 1974 وواحدة سبعين بطبيع الحال بدأ هذا النمو المعارضة ولكن المعارضة بكلها أيضا كانت سلمية والنظام صحيح أنه اعتقل وعذب وشرد ولكن في عهد خاصة الاستبداد أي عهد المخلوع بن علي كان هناك نوعان في الواقع من القمع ومن التسلط ومن الإرهاب ما بين ظفرين الذي مارسها هذا النظام ما يعرف أو ما يمكن أن أطلق عليه وأطلقت عليه هو العنف الصامت والعنف الصارخ ضد خاصة الحركة الإسلامية وكذلك بعض القوى التقدمية دعنا نعود مجددا إلى الدكتور غسان العطية ونحيل إليه السؤال الذي طرحه السيد فيصل عبد ساتر أو الملاحظة التي طرحها يعني دكتور غسان أنت قلت أن المالكي وحكومته جاء بتوافق سنين كرديين شئيين يعني تقريبا مكونات الشعب العراقي كلها كانت متوافقة على حكومة المالكي وهو حتى جاء بعملية تبدو في شكلها ديمقراطية لكن السيد فايسر عبد ساتر يقول أنه لم يحظى أو الحكومات المتعاقبة في العراق لم تحظى بالفرصة الكافية لترسيخ أقدام الديمقراطية في التربة السياسية العراقية كيف ترد؟ الملاحظة الأودة أنه ليس التعميم على كل الدول العربية ذكرتها خطأ يجب أن نأخذ كل حالة بحالة ولكن ما يميز الدول المشرق العربي بدون شك هناك قواسم مشتركة تختلف عن تونس تحديدا النقطة الأساسية بالنسبة للعراق أن الظاهرة المهمة جدا بعد الاحتلال الأمريكي هو دخول البعد الطائفي الثاني الولايات المتحدة اعتمدت سياسة أن العراق قسموه شيعة سنة كورد وبالتالي باللي دخل بهالعملية دخل الإسلام السياسي لأول مرة متمثلا بالأحزاب الإسلامية الشيعية هذه الأحزاب اللي هي علاقة جيدة وكانت إيران دافع عنها وتحميها وتأسست في إيران بعضها هذه الوضعية لما أجت هذه القوى إن كانت الشيعية أو السنية تعاملت بروحية منتصر والسذاجة الأمريكية قالوا الأغلبية الشيعية وأكراد فالسن عليهم يقبلوا بالديمقراطية ولبأس المصير ما كانوا مدركين حقيقة العراق الأكراد منذ تأسيس الدولة كانوا يشعروا بالاتهميش وبقوا عنصر مثير للمشاكل والثورات إلى أن حصلوا الآن شبه استقلال كامل فإذا كان الأكراد الذين لم يكن لهم صديق سوى الجبل استطاعوا أن يحققوا ما حققواه بعد ثمانين سنة كيف الحال لما تريد تهمش مكون أساسي من الشعب العراقي باسم سني وهو ما كان يعتبر النفس سني هو يعتبر النفس عربي وكان داعي للقومية العربية ومتحمس للقومية العربية وفي سلسلة تاريخ العراق من تأسيسه إلى سقوط النظام البعث هو كان صراع سياسي وليس طائفي هنا شيء جديد حصل بالبداية الأحزاب الإسلامية الشيعية لم تحسن التعامل مع الآخرين وتعاملت بروحية الانتقام وأقولها وأنا ابن الجنوب حتى يفهم المشاهد هذه الروحية بدأت بحل الجيش لما تحل الجيش مئات الآلاف عوائلهم وين رواتبهم وين مكانتهم وين احترام لنفسه إضافة لذلك تلغي مناصبهم باسم استثاث البعث بهذا بعلما بس بين قوسين روعة النموذج التونسي أنه لم يطبق الاشتثاث وبالتالي صارت مصالحة وطنية وتمكن الآن يصبح تداول السن من السلطة بالعراق يريدوا الاشتثاث ويريدوا هذه استعملها اسلوب لمنع الطرف الثاني أن يكون له دور لا أن يكون بالسلطة الثالثة النقطة الأخرى المؤسفة المنطقة تعيش استقطاب طائفي الطرف الإيراني هو يقول قادتهم يقولوا نحن أصبحنا نتحكم بأربع عواصم عربية أو لنا نفوذ إيراني بأربع عواصم عربية السيد السلامي أحد قادة الحرس الثوري يقول خلقنا في بغداد الآن قوة شعبية مسلحة متعاونة معنا عشرة أضعاف حزب الله يا سيدي هذا الوضع كله يجب أن تضع بنفسه بينما تونس لم تكن محاطة بالجيران ومن له جيران كاللي جيران العراق يكون الله بعونه لا يحتاج إلى حدو إذا عندك مثل الجيران الحالة المصرية دعني أطرح السؤال على السيد خليل العناني أو الدكتور خليل العناني الحالة المصرية ليس فيها جيران العراق وأيضا لم يكن فيها الاجتثاث الذي مورس ضد البعثيين أو ضد الجيش مؤسسة الجيش كما حدث في العراق ومع ذلك انتكست هذه الحالة وكما قال أحد الصحفيين المصريين عندما كانت ثورة 25 يونيو أو بينما كانت 25 يناير عفوا ثورة من الشعب على المؤسسات التقليدية كانت 30 يونيو ثورة من المؤسسات التقليدية ضد الشعب وعادت الأنظمة القديمة كما كانت كيف تفسر هذا الأمر دكتور خليل؟ يعني أعتقد تفسيره يكمن فيما كنا سابقا أنه نحن نتحدث عن نموذج دول العربية فقط ببررات وجوده نموذج قام بالأساس قبل 50 عاما على شرعية الاستقلال وأصبح في حاجة لشرعية الإنجازة وشرعية الأداء وشرعية التوافق والرضى لقبول المجتمعي 25 عاما كانت عبارة عن قفزة للأمام كانت محاولة لإسقاط العقد الاجتماعي القديم الذي كان يقوم على احتكار الدولة لكل شيء وعدم اعطاء المجتمع أي شيء عنصر الحسم فيها كان للشباب تم تهمشوها خلال عقود كثيرة فكرة احتجاج كانت فكرة جديدة بالنسبة للمجتمع المصري المجتمع اكتشف نفسه أو عاد اكتشاف نفسه بشكل كبير فكرة المواطن وتمكن المواطن وقفة المواطن أصبحت فكرة مؤثرة جدا الذي حدث أن مجموعات كبيرة لم يكن بينها رابط تنظيمة ورابط ايديولوجي محدد قامت بالانتفاض وقامت بالثورة وقامت بالتظاهر من أجل أن تستعيد حقوقها ومن أجل أن توسع المجال العام لحركتها من أجل أن تستفيد من حالة الانفتاح في التكنولوجي وحالة التواصل الاجتماعي من أجل إحداث تغيير في هذه المعادلة العقيمة معادلة أن الشعوب مجرد موضوع أو موضوعة لتحكم الدول وتحكم الأنظمة من خلال الأدوات القمعية وأدوات القهرية ما حدث بعد ذلك في الثالث من يوليو هو بالفعل كانت عملية ثورة مضادة قامت بمحاولة استعادة الوضع القديم محاولة إعادة المعادلة اللي ما كانت عليه في السابق محاولة ظهار أن الدولة هي التي تحرك الأمور أن الدولة هي المتحكم محاولة وقف أي محاولة حتى للتفكير وأن يحلم المجتمع بأن يصبح هو الذي يسيطر على ذاته والذي يحرك لأماله وطموحاته أن يصبح هو المحرك للسياسة في المجتمع وبالتالي الفرق كبير بين ما حدث في 25 يناير كان هناك لحد بعيد توافق على الأقل على الأهداف الرئيسية حرية كرام عدل الاجتماعية في 30 يونيو أو في 3 يوليو كي يكون أكثر دقة الذي حدث أن المؤسسة الرئيسية التي كانت تقوم بالحكم خلال الستين عاما قامت بالثورة المضادة من أجل أن تستعيد وضعها يعني لا بد أن نضع ذلك في إطار المصري الحديث مصر منذ 52 حتى الآن تحكم من خلال مؤسسة فوقية هي مؤسسة العسكرية وهذا أمر واضح سواء كان من خلال نصوص دستورية أصبحت الآن أمر موقعا أم من خلال الخبرة التاريخية الذي حكى مصر خلال العقود الستة الماضية جاء من خلفية عسكرية الذي قام بوضع النظام السلطوي ووضع بنيته ووضع مؤسساته هو نظام عبد الناصر منذ عام 52 حتى الآن والذي جاء بالأس على حساب الدنبقرداء وحساب الحراحة حقوق الإنسان الذي حدث في 25 يناير كانت هناك محاولة جريئة من الشعب المصري لاستعادة السلطة باعتبارها هو مقر السلطة وهو المستهدف منها قام من خلال ذلك باطلاق نوع من الانفتاح الكبير في المجال العام حريات انتخابات حرة وديمقراطية جاءت برئيس للسلطة هذا الرئيس كان لديه مشاكل كثيرة كان لديه أخطاء كثيرة ولكن الدولة القديمة والدولة العميقة لم تكن راضية عن ذلك وقامت في الثلاث من يوليو الآن هذه الدولة تقوم بكل ما تملك من أجل منع أي محاولة أخرى للثورة يعني قانون التظاهر في مصر على سبيل المثال يمنع أي محاولة تظاهر يقوم بعملية ضربات استباقية لأي مجموعات شبابية أو مجموعات سياسية تحاول أن تقوم بمقامة 25 يناير دغم أن هذا النظام جاء من خلال التظاهر جاء من خلال تظاهرات 30 يونيو وبالتالي نحن إذا عملية جذب وعملية صراع أنا أتصالى الصراع لن يحسم في الأمد القريب هناك محاولة من الدولة لاستعادة سلطتها وهيبتها وقواتها حتى لو من خلال القوة وليس من خلال الرضاء أو من خلال الإنجاز هناك مجتمع يرفض ذلك هناك مجتمع وأن كان حتى هذه اللحظة يحاول أن يتمالك وأن يعيد تنظيم صفوفه إلا أنه لن يقبل على الإطلاق بأن يتم فرض المعادلة القديمة عليه مجددا هناك حاجة ماسة جدا لهذه القوة السياسية أن تعيد تنظيم صفوفها أن تتخلى عن مراهقاتها أو سبياناتها أن تتخلى عن مطالبها الفؤوية وأن تتوحد تحت شعرات طيب هذا عن الحالة المصرية أنا أطفق جدا مع الأستاذ غسان من لندن هذا عن الحالة المصرية دكتور خليل لكن في الدول التي شهدت احتجاجات ورفعت فيها دعني أطرح السؤال على سيد فايصل عبدالساتر الدول التي شهدت احتجاجات على نطاق واسع ورفعت فيها مطالب مشروعة من قبيل العيش والحرية والكرام الإنسانية بل وأسقاط النظام إذا كان هذا النظام متجاوزا في حق شعبي أكان يمكن لهذه الأنظمة أن يكتب له هذا الصمود أو تتمكن من هذا الصمود إذا لم تكن هناك قوى خارجية ترفيدها بأسباب الحياة في تقديرك هل كان يمكن للنظام السوري أو للنظام العراقي في الوضع الرئيس أن يصمد أمام هذه الاحتجاجات كل هذه الفترة إذا لم تكن هناك قوى خارجية تسنده وربما نعني بذلك صراحة إيران سوف أجيبك بطريقة مقلوبة لو أن هذه المعارضات وهذه الاحتجاجات التي حصلت لو لم يكن لها إعلام يتبناها ودول تدعمها وتؤمن لها كافة الوسائل وتقيم لأشخاص هذه المعارضة في فنادق خمس نجوم أجنحة معينة وتعطيهم الأموال كان لهذه الاحتجاجات أن تستمر أربع سنوات سواء في سوريا أو في غير سوريا يعني أنت لا تريد إجابة عن سؤالي مثلا بهذا السؤال الذي طرحته هل لا تريد إجابة عن السؤال؟ لا أنا أريد أن أعكس وهذه المعارضات التي تجلس في فنادق خمس نجوم وتجد من يرعاها من الدول وتجد من يرعاها من الإعلام أو يصلت الضوء على احتجاجاتها هل ترفع مطالب غير مشروع عندما تتحدث عن الديمقراطية أو تتحدث عن العيش الكريم وانتهاء التعذيب والتنكيل بالمواطنين وتوفير لقمة العيش والحياة الكريمة هل هذه مطالب غير مشروعة؟ طيب يا سيد أستاذ محمود أولا أنا أراقب سير الحلقة فأنت كل ضيوفك لا تقاطعهم أبدا دعني أكمل الفكرة وأنا إذا أردت أن تدخل معي في السجال للأسف أنت لا تجيب عن سؤالي يا سيد فايصر أنا سألتك لا لا أنا قلت لك قلت لك أعكس السؤال يعني لو كانت هذه الاحتجاجات غير مدعومة من دول يعني خلي مسألة طرح الأسئلة هذه لي يعني أرجو منك الإجابة عن سؤال حتى يستقيم سير الحلقة أو سير الموضوع لي حق الإجابة قل فضل أن هذه الأنظمة هذه الأنظمة نعم هذه الأنظمة كانت تستطيع أن ترى حلولا لكثير من الحركات الاحتجاجية لو لم يكن هناك أهداف خلف هذه الاحتجاجات كانت تريد أكثر من ذلك بكثير وهنا أعود إلى مسألة اعتراضية مع احترامي للدكتور غسان على العطية المسألة ليست مع تجربة المعارضة العراقية التي أتت بعد سقوط نظام صدام حسين فأنت تعرف وأنت ابن العراق وأنا اطلعت على كل أدابيات المعارضة العراقية من كانت المعارضة العراقية؟ كان الحزب الشيوع العراقي والأحزاب الإسلامية هل كان هناك معارضة أخرى في العراق؟ لم يكن هناك معارضة فلماذا نعترض إذا كان هؤلاء الذين أعدموا والذين أبعدوا أن أتوا إلى العراق وكانوا يريدون أن يقدموا تجربة المالكي؟ ألم يبطش بالتيار الصدري وقتل منهم العشرات والمئات؟ ألم يبطش بحركة ما يسمى حركة المهدوية في كربلاء؟ إذن لم يكن يميز كان يريد أن يفرد نظاما على الجميع لكن للأسف الشديد لم تكن هناك فرص مؤاتية كان هناك من يريد أن يقول بأن السنة عرب والشيعة غير عرب طيب الشيعة في العراق عرب أو معرب؟ هل هناك أحد من ساساني من الشيعة في العراق؟ طيب الشيعة كله عرب حتى المسيحي عربي هناك الكرد هي الإثنية الثانية أو العرقية الثانية ثم أذهب الآن إلى سوريا وأريد أن أجيب عن سؤال الأستاذ محمود بشكل مباشر نعم هذه الأنظمة كما أن لديها يعني من يدعمها من الخارج أيضا المعارضات كانت لديها من يدعمها من الخارج كل حركة الاحتجاج في العالم العربي وأنا يجب التمييز بين الحالة التونسية التي هي حالة خاصة والتي لا يجب أن نسميها يعني أو نحاول مقارنة مع بقية الدول الأخرى ليس على اعتبار أن تونس هي الرمز بهذا الإطار لأن تونس خالية من الأمراض الأخرى التي موجودة في أكثر الدول العربية وهناك من يفتش لتونس عن مرض الآن مسألة الجنوب والشمال إن شاء الله يعني إن شاء الله تخرج تونس من هذه المشكلة ولا يحدث هناك مشكلة ما بين شمال والجنوب ومع ذلك أنت ما زدت في إجابتك عن سؤالي إلا أنك أحلت الأمر أيضا لأن المعارضة التي تحضر بدعم المعارضة ونعود إلى الحالة التونسية مجددا دكتور عبدالطيف رغم ما قلت عن الحالة التونسية فإن الاحتجاجات يعني زين العبدين بن علي وجد فرصة سانحة أو أتيحت له فرصة في سنوات طويلة حكمة فيها تونس ومع ذلك لم يستستطع الأجهزة المعاونة له أن تنقل له نبض الشارع حتى تفجرت كل هذه الأمور في أواخر عام 2010 وبواكير عام 2011 ما الذي سبب هذه العزلة بين بن علي ونظامه وبين الشعب التونسي يعني بن علي عندما جاء ببيان كان بيان نستطيع أن نقول قد وجد إقبال وقبول من كل النخبة التونسية تقريبا لأنه وعد بالديمقراطية والحياة الكريمة والموسوات والعدالة الاجتماعية ولكن فيما بعد وخاصة منذ استدامه بالحركة الإسلامية المتمثلة بحركة النهضة أنذاك تغير الأمر وأصبحت هناك العائلات هي التي تحكم سواء عائلة بن علي أو عائلة زوجته وهذا مما سارع في إفساد وفساد الحياة السياسية والاقتصادية وأدى كذلك إلى تعميق الهوة بين الفئات الاجتماعية التونسية وأصبحت هناك طبقة جديدة مفيوزة تابعة لهذه المجموعات وبن علي حكم ولأول مرة في تونس حكم بالأمن ولم يحكم بغير الأمن واستطاع خلال هذه الفترة الطويلة ومن خلال القمع أن يقمع النخبة السياسية وما تبقى منها في الداخل لأنه جزء كبير جدا من الحركة أو من حركة النهضة أمة في السجون أو في المنافي في حين أن بقية المعارضة التي وجدت في الساحة كانت تناظل عموما في الحالة العربية بصفة عامة إذا صمت الدولة آذانها وآدرت ظهرها لمطالب مواطنيها المشروعة يعني ماذا على المواطنين أن يفعلوا لكي يحافظوا على كيان الدولة في الوقت ذات يحققوا هذه المطالب هل عليهم أن يقبلوا بالمذلة والمهانة كي يحافظوا على استقرار الدولة وهذا الكيان المسمى بين قوسين دولة لا بطبيعة الحال على الشعب والشعوب أن تناظل ولكن النضال يجب أن يكون سلميا والنضال من أجل تحقيق المساواة كما قلنا والعدالة الاجتماعية إذا سدت أفاق النضال السلمي باختصار شديد لا تكرمت إذا سدت أفاق النضال السلمي ماذا عليهم أن يصنعوا نعم يعني الطبيعة أنهم سلجؤون للعنف هل تجد سبيلا آخر يعني يعني هو في الحقيقة أن العنف يولد العنف إذا أدت الدولة أو إذا مارست الدولة عنفا صارخا فبالتالي الشعب أو النخبة السياسية ستبدع نضالا آخرا وهذا النضال هو متفاوت أنا لا أدعو إلى أو لا أقول للعنف ولكن هناك مجالات عديدة للتظاهر للكتابة لآن مثلا في هذا الوقت هناك وسائل التواصل والاتصال الحديثة يمكن استخدامها وكذلك يمكن العمل مع أطراف في الداخل وكذلك القواء الوطنية والديمقراطية والإنسانية شكرا أعتذر منك على المتاطعة أشكرك شكرا جزيلا لدكتور عبداللطيف الحناشي أستاذ تاريخ الفكر السياسي في الجامعة التونسية عضو الرابط التونسية بالدفاع عن حقوق الإنسان وأشكر ضيفنا من بيروت السيد فايصل عبدالساتر الكاتب الصحفي ومن واشنطن الدكتور خليل العناني أستاذ العلوم السياسية في الجامعة جونز هوبكنز ومن لندن الدكتور غسان العطية مدير المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية واشكركم مشاهدين على أعزاء الحسن المتابعة بهذا تنتهي هذه الحلقة إلى اللقاء في حديث آخر من أحاديث التوراة العربية دمت الفرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله 2011 ثانيا علي سلمان هو الشيخ علي سلمان وهو زعيم المعارضة البحرينية التي لا تزال تنادي بالسلمية لكن اسمه في ناية المطاف علي سلمان يعني لم ننتخس من قدر الرجل إذا أطلقنا عليه اسمه الذي سمه أباؤه به لا لا في حين أنتم تركزون على تنظيم الدولة في حين أننا نقول أن هؤلاء داعش إرهابية مثلا على سبيل المثال لن أدخل في نقاش حول هذا الموضوع أعود إلى سؤالك حول مسألة سوريا أولا إذا كنا نريد أن نجعل هناك معيارية معينة كما تفضل الدكتور عناني من واشنطن وأنا أحييه ربما لهذا التوصيف الضقيق ما بين حركة قمعية وحركة استيعابية وحركة إلى آخره لكن علينا أن ندخل أيضا بمعايير محددة ما هي المعيارية التي على أساسها ممكن أن نسمي هذه حركة احتجاج أو نسميها سورة أو نسميها حركة شعب وهل هذا له علاقة بالحرية والديمقراطية أو له علاقة بأبسط حقوق الإنسان إلى آخره فإذا كان هناك من معيارية موحدة على ما كنا نسميه حركة الربيع العربي التي انطلقت في العالم العربي فهذا يعني أن كل الدول التي حدث فيها ما حدث فيها هي أفضل بكثير من الدول التي لم يحدث فيها شيء وهنا الطامة الكبرى الملكيات والإمارات والمشيخات التي ليس فيها أي نوع من أنواع التداول للسلطة أو الديمقراطية أو التعبير عن الرئيس بعض القوى التقدمية دكتور عبدالعطيف دعنا نعود مجددا إلى دكتور غسان العطية ونحيل إليه السؤال الذي طرحه السيد فيصل عبدالساتر أو الملاحظة التي طرحها يعني دكتور غسان أنت قلت أن المالكي وحكومته جاء بتوافق سني كردي شئي يعني تقريبا مكونات الشعب العراقي كلها كانت متوافقة على حكومة الملكي وهو حتى جاء بعملية تبدو في شكلها ديمقراطية لكن السيد فايسر عبدالساتر يقول أنه لم يحظى أو الحكومات المتعاقبة في العراق لم تحظى بالفرصة الكافية لترسيخ أقدام الديمقراطية في التربة السياسية العراقية كيف ترد؟ الملاحظة الأودة أنه ليس التعميم على كل الدول العربية لذكرته خطأ يجب أن نأخذ كل حالة بحالة ولكن ما يميز الدول المشرق العربي بدون شك هناك قواسم مشتركة تختلف عن تونس تحديدا النقطة الأساسية بالنسبة للعراق أن الظاهرة المهمة جدا بعد الاحتلال الأمريكي هو دخول البعد الطائفي الثاني الولايات المتحدة اعتمدت سياسة أن العراق قسموه شيعة سنة كرد وبالتالي باللي دخل بهالعملية دخل الإسلام السياسي لأول مرة متمثلا بالأحزاب الإسلامية الشيعية هذه الأحزاب اللي هي علاقة جيدة وكانت إيران دافع عنها وتحميها وتأسست في إيران قال هل تقبل منادات هذه الدول هل تقبل منادات هذه الدول بالرفق والرحمة والمعاملة الإنسانية للمواطن السوري هل تقبل هذا المطلب أم لا أنا لا أقول أن لا يكون هناك مطالب تتحسس بواقع الشعب وبألام الشعب لكنك أنت لم تترك فرصة أين هي الفرصة التي تركت في العراق أمام العملية الديمقراطية الجديدة أين هي الفرصة التي تركت لسوريا بعد عام 2000 وانتصار المقاومة في لبنان وجاء كوليم باول يهدد سوريا أين هي الفرص التي تركت لكل العالم العربي إذن هناك مايسترو واحد كان يقود كل ما يحدث في العالم العربي أنا سأطرح هذا التساول على الدكتور غسل العطية لا بس ملاحظة ملاحظة أخيرة ملاحظة أخيرة بالله عليك قل لي يا أستاذ محمود ومعنا الأستاذ من تونس قل لي هل بوعزيزي يصبح هو أسطورة كل الثورات العربية وهو بالكاد كان يدافع عن مسألته الشخصية فيصبح أيقونة لكل هذه الثورات هذا يعني أعتقد أنه شيء من التبسيط والسداجة والضحك على العالم العربي دكتور عبد لطيف الحناشي ما ردك يعني أن الذي حدث في تونس هو في الواقع ثورة ذات بعد اجتماعي تطورت شيئا فشيئا لأن تكون ذات بعد ستب الأنبار مستعدة لذلك ولكن المالكي ركز على الأشياء ترى لو حدث ذلك كان تنظيم الدولة يجد الحاضنة الشعبية التي يتمتع بها الآن بارك الله نهائيا أبناء المناطق هذه وجدوا نفسهم بين مطرقة المالكي وبين سندان أن لا خيار لنا إلا أن نرضى بداعش أو التنظيم السلام وأعطيك مثل خلال 2003 في مدينة الصدر كانت تطلع مظاهرات يقولوا ألف أمريكي ولا تكريتي وبعدين في 2013 و14 أنا سمعتها من أبناء موصل يقولوا ألف داعش ولا مالكي يعني شوفوا الدنيا كيف تتغير هذه الحالة من ردود الفعل الشارع عاطفي ويتجه عاطفيا العيب بالقيادات والنخب السياسية بالعراق مع الأسف النخب أما الشيعية طائفية وأما نخب سنية طائفية الرقم الغائب عراقيا وهو مأساة العراق العراق خيمة وتدل خيمة هم عرب العراق كسر هذا العاموت باسم الشيعة والسنة فانتهى العراق باللحظة التي انتهت هويتنا العربية وبرزت هويتنا الطائفية الشيعية والسنية من أسباب كسر هذه الهوية هو التراث السيء لحزب البعث بالسلطة اللي هو ليس أفكار حزب البعث وإنما الممارسات والحديث باسم البعث كما حصل داخل هذا الحزب بين الزعيم المرحوم صالح بن يوسف وكذلك الزعيم الحبيب بورقيبة ولكن سريعا ما تدارك هذا الحزب الأمر وبدأت هناك وحدة قومية جديدة بتحالف مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحينة واتحاد الصناعة والتجارة في تونس لم يقع عنفا شديدا مقارنة بما وقع في المشرق العربي أنا يمكن أعطيك محطات أساسية في عام 1962 وقع انقلاب تم إجهاضه وهذا الانقلاب لم يحدث وهي الحادثة الوحيدة التي وقعت في تونس فيما بعد كل الحركات كانت حركات سلمية ولم يواجهها النظام بعنف شديد وإنما عالجها وخاصة كانت في أغلبها حركات طلابية والمعارضة بتتشكل حقيقة منذ سنة 1974 وواحدة سبعين بطبيع الحال بدأ هذا النمو المعارضة ولكن المعارضة بكلها أيضا كانت سلمية والنظام صحيح أنه اعتقل وعذب وشرد ولكن في عهد خاصة الاستبداد أي عهد المخلوع بن علي كان هناك نوعان في الواقع من القمع ومن التسلط ومن الإرهاب بن ظفرين الذي مارسها هذا النظام ما يعرف أو ما يمكن أن أطلق عليه وأطلقت عليه هو العنف الصامت والعنف الصارخ ذبة الأحداث شخصيا وبعلم المالكي زرت الأنبار وكان واضح أن 80% من عدهم مطاليب مشروعة وتتعلق بوظائف برواتب بمعتقلين آلاء عشرات الآلاف المعتقلين حتى من يصدر أمر بالإفراج عنه يبقى بالسجن أشهر وأشهر خوفاً أن هناك جهة أخرى تطالب به وأكثر من ذلك واحد وقصص معرفة مباشرة فيه في ديالة يعتقلوا شباب وبعدين يقولون أنت أبرياء أطلقوا صراحهم يقولون لا لازم تدفعوا ألف دولار على كل رأس كي نطلق صراحة هذه الحالة خلقت حالة من الاستياء المطلق في هذه المناطق هنا الاعتصام في الأنبار كانت الفرصة أمام الحكومة السابقة أن تكسب لـ 80% تكسب قوة الاعتدال للعرب السني تكسبهم عن طريق إجراءات حقيقية وكانت هناك أطراف بالذات بالأنبار مستعدة لذلك ولكن المالكي ركز على الأشياء ترى لو حدث ذلك كان تنظيم الدولة يجد الحاضنة الشعبية التي يتمتع بها الآن بارك الله نهائيا أبناء المناطق هذه وجدوا نفسهم بين مطرقة المالكي وبين سندان أن لا خيار لنا إلا أن نرضى بداعش أو التنظيم السلام وأعطيك مثل خلال 2003 في مدينة الصدر كانت تطلع مظاهرات يقولوا ألف أمريكي أي فرصة أو أي قابلية للحياة يمكن أن تتوفر لأنظمة ودول كهذه أنا أعتقد أن هناك إشكالية كبيرة في مفهوم الدولة في العالم العربي مفهوم الدولة يتم خلطه بمفهوم النظام ومفهوم النظام يتم خلطه بمفهوم الرئيس أو بمفهوم الذي يحكم هناك دمج لهذه المكونات الثلاثة على الرغم أن هناك فروق كبيرة مفهوم الدولة تحول في العالم العربي إلى مفهوم مقدس أو إلى بقرة مقدسة لا يجوز انتقادها على الرغم أن مفهوم الدولة لا يتم إنشاؤه قبل أربعة كورون وفق معاية واستفاليا في العالم الغربي جاء من أجل إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع في إطار ما يطلق عليه الأجل الابتماعي الذي تقوم فيه الدولة بتوفير الحد المطلوب للحياة من تعليم ومن صحة ومن حريات ومن حقوق مقابل أن تتمتع بالشرعية مقابل أن يقوم الشعب بإعطائها نوع من الشرعية والرضاء والكبول ما يحدث في العالم العربي هي معادلة مختلة الأنظمة العربية والحكومات العربية والدعوة العربية تحاول أن تقوم بالحصول على ما تحتاجه وعدم إعطاء الشعب ما يريد بمعنى آخر الأنظمة العربية لا تفهم على الإطلاق أن هناك حقوق مفروضة عليها هي تنظر فقط إلى جانب الواجبات على المواطن المواجب اللي يجب أن يحترم الدولة ويجب أن يحترم قوانين الدولة ويجب أن يحترم مؤسسة الدولة في المقابل هذا المواطن ليس لديه الحق في الحصول على ما يحتاجه من خدمات أجسية من تعليم من صحة وما لذلك نتصور النقطة الأسية أيضا في هذا الإطار كلمة الفساد أو مفهوم الفساد المشكلة الرئيسية في عدم توفر الخبز وعدم توفر حق اقتصادية كريمة للمواطنين التاه شعرات طيب هذا عن الحالة المصرية أنا أتفق جدا مع المصرية الغسان من لندن هذا عن الحالة المصرية دكتور خليل لكن في الدول التي شهدت احتجاجات ورفعت فيها دعني أطرح السؤال على سيد فايصل عبد الساتر الدول التي شهدت احتجاجات على نطاق واسع ورفعت فيها مطالب مشروعة من قبيل العيش والحرية والكرامة الإنسانية بل وإسقاط النظام إذا كان هذا النظام متجاوزا في حق شعبي أكان يمكن لهذه الأنظمة أن يكتب لها هذا الصمود أو تتمكن من هذا الصمود إذا لم تكن هناك قوى خارجية ترفضها بأسباب الحياة في تقديرك هل كان يمكن للنظام السوري أو للنظام العراقي في الوضع الرئي أن يصمد أمام هذه الاحتجاجات كل هذه الفترة إذا لم تكن هناك قوى خارجية تسنده وربما نعني بذلك صراحة إيران سوف أجيبك بطريقة مقلوبة لو أن هذه المعارضات وهذه الاحتجاجات التي حصلت لو لم يكن لها إعلام يتبناها ودول تدعمها وتؤمن لها كافة الوسائل وتقيم لأشخاص هذه المعارضة في فنادق خمس نجوم أجنحة معينة وتعطيهم الأموال كان لهذه الاحتجاجات أن تستمر أربع سنوات سواء في سوريا أو في غير سوريا يعني أنت لا تريد الإجابة عن سؤالي مثلا بهذا السؤال الذي طرحته هل لا تريد الإجابة عن السؤال؟ لا أنا أريد أن أعطيهم وهل هذه المعارضات التي تجلس في فنادق خمس نجوم وتجد من يرعاها من الدول وتجد من يرعاها من الإعلام لحد بعيد في حالة سوريا في حالة ليبيا سنال قزافي في حالة البحرين النموذج الثالث هو النموذج الاستيعابي أو النموذج الاحتوائي وهذا النموذج كان واضحها للغاية في حالة المغرب على سبيل ما سنال عندما قام الملك المغربي بإحداث نوع من الإصلاحات السياسية قام من خلالها باستيعاب بعض مطالب الشارع إلى حد ما النموذج الأردني أيضا قام ببعض هذه الإصلاحات على الأقل على مصطلق صدر ومصطلق اجتماعي أيضا النموذج اليمني لحد ما قام بمع نوع من الاحتواء للشارع الأنظمة العربية الآن هي أنظمة تيابست عروقها وشاخت لحد بعيد لا تعتمد إلا فقط على استخدام القوة على أجهزة الاستخبارات على الأجهزة الأمنية لحد بعيد لا تعترف بأن هناك الشعوب لديها حقوق مشروعة ولديها مطالب مشروعة هناك تعامل بمنطق فوقي لحد بعيد هناك نوع من الوصاية أو الباترونيج نوع من الدولة الرعوية التي تقوم بمعذلة إعطاء الخبز مقابل الحرية حتى الخبز لم يعد بطغفران حتى الآن وهذا تحديدا ما كنت أود أن أسألك عنه يا دكور غليل يعني حتى المهام التقليدية التي ينبغي أن تطلع بالدولة هي مقصرة فيها في بعض أو في كثير من الحالات في البلدان أو في الدول العربية فقط كلما توجه أي انتقادات للأنظمة تشرع على الفور في الاختباء خلف مفهوم الدولة ومن خلف هذا المخبأ أو خلف هذه الواجهة تمارس ألوانا من الظلم وألوانا شتى من القمع حتى أن الدكتور سيفا المعارضة ولكن المعارضة بكلها أيضا كانت سلمية والنظام صحيح أنه اعتقل وعذب وشرد ولكن في عهد خاصة الاستبداد أي عهد المخلوع بن علي كان هناك نوعان في الواقع من القمع ومن التسلط ومن الإرهاب مبين ظفرين الذي مارسها هذا النظام ما يعرف أو ما يمكن أن أطلق عليه وأطلقت عليه هو العنف الصامت والعنف الصارخ ضد خاصة الحركة الإسلامية وكذلك بعض القوى التقدمية دكتور عبدالعطيف دعنا نعود مجددا إلى دكتور غسان العطية ونحيل إليه السؤال الذي طرحه السيد فيصل عبدالساتر أول ملاحظة التي طرحها يعني دكتور غسان أنت قلت أن المالكي وحكومته جاء بتوافق سني كردي شئي يعني تقريبا مكونات الشعب العراقي كلها كانت متوافقة على حكومة المالكي وهو حتى جاء بعملية تبدو في شكلها ديمقراطية لكن السيد فيصل عبدالساتر يقول أنه لم يحظى أو الحكومات المتعاقبة في العراق لم تحظى بالفرصة الكافية لترسيخ أقدام الديمقراطية في التربة السياسية العراقية كيف ترد؟ ملاحظة الأودة أنه ليس التعميم على كل الدول العربية ذكرتها خطأ يجب أن نأخذ كل حالة بحالة ولكن ما يميز الدول المشرق العربي بدون شك هناك قواسم مشتركة تختلف عن دون استحديد لكن ماذا لو استجابت حكومة نوري المالكي قبل عام للمطالب التي رفعها قطاع من الشعب العراقي وربما في نظر كثيرين هي مطالب عادلة شكرا بالنسبة إلى الحالة العراقية ممكن وصفها بأن الفرص المضاعة مرة وتلو الأخرى الفرص المضاعة تمثلت بأن عدم قدرة القادة العراقيين المعارضين للنظام السابق بأن يوفروا رؤية سياسية مشتركة وبالتالي لما سقط النظام السابق على يد الأمريكان تعاملوا مع النظام الجديد كفرصة وكغنيمة يتقاسم المنافع فيما بينهم وأكثر من هذا وذاك بغياب الرؤية السياسية لعراق القادم كانت في الحقيقة هناك تناقضات جوهرية انطلقت من معادلة طائفية أثنية قائمة على طرف يربح وآخر يخسر انتهى الأمر إلى انفجارات سياسية من الطرف المحافظات العربية السنية التي شعروا بالتهميش إلى حمل السلاح ودخلوا بنفق كبير ودخل العراق بحرب طائفية تم تهدئة الوضع بألفين وثمانية وتسعة واستقر الوضع نسبيا وخرجوا الأمريكان من العراق وأصبح العراق أمام فرصة ذهبية لأذب وشرد ولكن في عهد خاصة الاستبداد أي عهد المخلوع بن علي كان هناك نوعان في الواقع من القمع ومن التسلط ومن الإرهاب ما بين ظفرين الذي مارسها هذا النظام ما يعرف أو ما يمكن أن أطلق عليه وأطلقت عليه هو العنف الصامت والعنف الصارخ ضد خاصة الحركة الإسلامية وكذلك بعض القوى التقدمية دكتور عبدالطيف دعنا نعود مجددا إلى دكتور غسان العطية ونحيل إليه السؤال الذي طرحه السيد فيصل عبدالساتر أو الملاحظة التي طرحها يعني دكتور غسان أنت قلت أن المالكي وحكومته جاء بتوافق سني كردي شئي يعني تقريبا مكونات الشعب العراقي كلها كانت متوافقة على حكومة المالكي وهو حتى جاء بعملية تبدو في شكلها ديمقراطية لكن السيد فايسر عبدالساتر يقول أنه لم يحظى أو الحكومات المتعاقبة في العراق لم تحظى بالفرصة الكافية لترسيخ أقدام الديمقراطية في التربة السياسية العراقية كيف ترد؟ الملاحظة الأودة أنه ليس التعميم على كل الدول العربية ذكرتها خطأ يجب أن ناخذ كل حالة بحالة ولكن ما يميز الدول المشرق العربي بدون شك هناك قواسم مشتركة تختلف عن تونس تحديدا النقطة الأساسية بالنسبة للعراق أن الظاهرة المهمة جدا بعد الاحتلال الأمريكي وتتحدث عن الديمقراطية وتتحدث عن العيش الكريم وانتهاء التعذيب والتنكيل بالمواطنين وتوفير لقمة العيش والحياة الكريمة هل هذه مطالب غير مشروعة؟ طيب يا سيد أستاذ محمود أولا أنا أراقب سير الحلقة فأنت كل ضيوفك لا تقاطعهم أبدا دعني أكمل الفكرة وأنا إذا أردت أن تدخل معي في سجال للأسف أنت لا تجيب عن سؤالي يا سيد فايصل أنا سألتك لا لا أنا قلت لك قلت لك أعكس السؤال يعني لو كانت هذه الاحتجاجات غير مدعومة من دول يعني خلي مسألة طرح الأسئلة هذه لي يعني أرجو منك الإجابة عن السؤال حتى يستقيم سير الحلقة أو سير الموضوع لي حق الإجابة قل أن هذه الأنظمة نعم هذه الأنظمة كانت تستطيع أن ترى حلولا لكثير من الحركات الاحتجاجية لو لم يكن هناك أهداف خلف هذه الاحتجاجات كانت تريد أكثر من ذلك بكثير وهنا أعود إلى مسألة اعتراضية مع احترامي للدكتور غسان على العطية المسألة ليست مع تجربة المعارضة العراقية التي أتت بعد سقوط نظام صدام حسين فأنت تعرف وأنت ابن العراق وأنا طلعت على كل أدابيات المعارضة العراقية من كانت المعارضة العراقية؟ كان الحزب الشيوع العراقي والأحزاب الإسلامية هل كان هناك معارضة أخرى في العراق؟ لم يكن هناك معارضة فلماذا نعترض إذا كان هؤلاء الذين أعدموا والذين أبعدوا أن أتوا إلى العراق والدكتور غسان على العطية المسألة ليست مع تجربة المعارضة العراقية التي أتت بعد سقوط نظام صدام حسين فأنت تعرف وأنت ابن العراق وأنا طلعت على كل أدابيات المعارضة العراقية من كانت المعارضة العراقية؟ كان الحزب الشيوع العراقي والأحزاب الإسلامية هل كان هناك معارضة أخرى في العراق؟ لم يكن هناك معارضة فلماذا نعترض إذا كان هؤلاء الذين أعدموا والذين أبعدوا أن أتوا إلى العراق وكانوا يريدون أن يقدموا تجربة؟ المالكي ألم يبطش بالتيار الصدري وقتل منهم العشرات والمئات؟ ألم يبطش بحركة ما يسمى حركة المهدوية في كربلاء؟ إذن لم يكن يميز كان يريد أن يفرض نظاما على الجميع لكن للأسف الشديد لم تكن هناك فرص مؤاتية كان هناك من يريد أن يقول بأن السنة عرب والشيعة غير عرب طيب الشيعة في العراق عرب أو معرب؟ هل هناك أحد من ساسان يعني من الشيعة في العراق؟ طيب الشيعة كله عرب حتى المسيحي عربي هناك الكرد هي الإثنية الثانية أو العرقية الثانية ثم أذهب إلى الآن إلى سوريا وأريد أن أجيب عن سؤال الأستاذ محمود بشكل مباشر نعم هذه الأنظمة كما أن لديها يعني من يدعمها من الخارج أيضا المعارضات كانت لديها من يدعمها من الخارج كل حركة الاحتجاج في العالم العربي وأنا يجب التمييز بين الحالة التونسية التي هي حالة خاصة تونسية احتجاج